في عنده اثيارين او عم يمر بمفترق طريق حاليا وعم يحاول يختار او يوازن او يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص اخر ايضا طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا وشو ممكن يكون بعض من اسباب الخلافات اللي بينكم اني حتى تفهم الوضع اكتر ففي شخص او في عم تحسوا انه انتو مرفوضين من قبل الطرف الاخر انو الطاقة هاي مشتركة فانت عم تحس بالرفض منه وهو ايضا عم يحس بالرفض منك عم شوف انه انتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عندكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي او مجهود انفرالي عم تحس انه بدك يكون في شراكة اكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون ايجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لانه مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك فالسان كارد من افضل الكروت بالتاروت ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب او رفض لتقبل العواطف بينكم في ايضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة او كتير يعني في شخص او ممكن انتوا الاثنين بتحاولوا انه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع في عندكم نزاع على السلطة انتا وهو طيب نشوف خطواتك في المستقبل او ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همتركز اكتر على هم على وضعك العائلي على عائلتك على اهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم ايضا همشوف انه ممكن اذا انت بعيد عن البيت همتحاول انه اذا انت بسفر مثلا بعيد عن البيت همتحاول انك توصل الى عائلتك او بالمستقبل للبعد منهم تفكيرك رح يكون باي علاقة بتفوت فيها تفكير انه بدك تستقر او بدك تلتزم مع شخص من اجل انك تستقر لانه انت ايضا بتحس انه او رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل مع انه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي ما في صراحة تامة رح تكون الى انه انتو رح تنظر لهالشخص وكأنه او رفيق درب عمشوفك بالمستقبل ايضا شوي منغلاق رح تكون او منعزل لانك عم تبحث عن اجابة لاشي معين ايضا عمشوفك رح توفر ناحية المادية او رح تكون متحفظ اكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عمشوف انك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص عمشوفك عم تركز على الجهة الروحانية وايضا على الجهة المادية لانه في عندك كتير مخاوف ما عمشوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك في المستقبل نبين انه حبيب او الشريك اللي عندك كتير رجد او بيحب يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقليا او مش كتير متقبل لآراء اخرى فعمشوف انه هو بالمستقبل رح يركز اكتر من ناحية انه كيف يكون مرن اكتر كيف يتقبل افكار اخرى اكتر ايضا عم شوفه فيه عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول ايضا يبحث عن عن انه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير حادة ايضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون فهالشخص ايضا بينظر للك بالمستقبل بيشوفك او بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده ايسوف واند فهو بيطمح الى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن هو ايضا يمر بمرحلة انه لازم يختار شيئين او ياخد قرار بين شيئين معينين شغل او او بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك اكتر بده العلاقة بينكم تتطور اكتر او يكون فيها انفتاح اكتر تقبل اكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك اكتر طيب نشوف تعقدكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للامور يعني اذا انتو مش عم تحكوا مع بعض حاليا او في فترة انفصال البعض منكم اللي بيحس انه العلاقة مش رح تتصلح ابدا او ما فيه لها نهاية او مستحيل انه اكون مع هالشخص هالكرت بيحكي متل تغير مية وثمانين درجة ايضا فيه عندك ايسوف واند نفس هالكرت يعني فيه عندكم بالمستقبل بدايات جديدة الوضع بينكم في المستقبل رح يكون ايجابي اكتر من هيك اكتر من اللي انت عم تمر فيه حاليا برغم انه انتو مريتوا بصعاب بالماضي وكان فيه بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة لانه بالمستقبل فيه عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الحوت ايضا قبل ما تكمل بدي احكي لك شو الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن عم تتعامل مع برج لاية برج مائية برج هوائية ممكن عم تتعامل مع برج الميزان او برج الجوزاء برج الجدي ايضا ولكن ممكن يكون اي برج اخر انا دائما بنسى احكي الابراج اللي انه بركز اكتر على الطاقة انه ممكن يكون مش نفسها الابراج اللي عم بحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع منها الشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم الصعاب اللي مريتوا فيها بالماضي الى انه عم شوف فيه تطور كتير ملحوظ في المستقبل ايضا فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير النضج كتير من الناحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط اكتر ومتقلب كتير بالذات من ناحية برج الحوت لانه عندك ناين اوف سورد فانت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه الشخص وتجاه هالعلاقة عم شوف فيه عندكم نضج عاطفي اكتر بين المستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم اكتر رح يصير بينكم بما ان الطاقة هاي مشتركة بينكم فانتو رح توصلوا الى نوع جديد من البوندين او نوع جديد من الترابط بمعنى انو انتو رح توصلوا الى مرحلة تكونوا فيها مستعدين الى انو تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي في طريقكم اوكي حباي ببرج الحوت معلش كانت قراءة قصيرة ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة يعني ما حسيت انو فيها اي اشي بحب اني وضحه اكتر او اتعمق فيه اكتر يعني الطريق عم شوفه او خطواتك وطاقتك كتير واضحة مع هالشخص الاوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة اوكي حباي ببرج الحوت فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت بتمنى انو قراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطلي لاكو كومنت شير وسبسكايب وتفعل جرس الانذار لحتى يوصل لك كل جديد شكرا لكم جميعا ان شاء الله رحشوفكم في فيديو قاعدة